نحن التطوى والتطوى دربنا بالخير تأخذنا لغل أشواك معلش بعتذرش بس النور كان قاضع برحب بكم في المحاضرة رقم 12 من الجواسر الفيسل ان شاء الله المحاضرة الجاية هتكون آخر محاضرة لنعرف فيها خطط المشاريع للناس اللي هتشارك في المشاريع عبال كده مع نتجين زي رن فحنا هنبص بس على المشروع ده الأول الشير اشتعر ولا لا الشير اشتعر ولا لا طيب معلش الشير اشتعر يا شباب لا المحفظ المشغل يعني هو عني تفتسك بص تاني تأكيد طيب بنقول كان في تألف انا هعرض يعني فكرة عامة عن المشروع ازاي فانا هوريكو نموذج من الكورس اللي فات كان في حد بعتهن يعني على اساس تبصتو ازاي بيتعمل يعني انا عايز حاجة زي كده يعني حاجة شبه كده اه ده تم بتتكلم عن ايادات تخزين. وهو عامل في يعني الهيراركي بتاع البروجيكت هيمشي ازاي. طب هيدخل صفحة اساسية. صفحات اللي فيه. يعني هو مقسمها عنده اول صفحة عنده 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 ماشي ماشي. طبعا هو بيه تقسيمة البروجيكت بتاعته. ممكن حضراتك كل واحد له تقسيمة مختلفة. بس انا عايز حاجة بسيطة زي كده يعني عرض بسيط للبروجيكت. جي بعد كده بقى بدأ يعمل ايه? يقسم البروجيكت ده ايه? كل صفحة يقول لنا هيعمل فيها ايه بالزبط? تمام? كل صفحة ايه اللي هيعملو بالزبط? بس هو ده اللي انا محتمل. الناس اللي هتعمل مشايع انا عايز ازاي يقول لي المشروع اسمه ايه? وايه اللي هي ركبتها ومشروع ازاي البروجيكت. بس وبعدان يقول لي كل صفحة بتعمل ايه? يعني كل صفحة هتقدم ايه خدمة? طبعا يفضل ان يكون اه صفحات داينماك. يعني بعض الصفحات يكون بيها شغل عدتة بس. في مشاكل فيه? حد عاوز يسأل في الجزئية دي الحاجة? ياريت الناس اللي عندها اسئلة تقولها. مفيش مفيش اسئلة في الجزئية دي. جميع يعني. هو ده اللي احنا محتاجينه في البروجيكت. اه من حد طلبه مني وانا قلت هورهه لكم. فهرفعه لكم كمان على النتة. اه على المنتدى على اساس تبص عليكم. طيب احنا النهارده بنكمل باقي الحاجات الخاصة بالاااا. ودي اخر جزئية فيها وعندنا من ضمن الحاجات المهمة اللي هنلاقيها في والااوز هي سيمز. والسيمز دي اللي هيا الالوانات الان الوانات الخاصة بالصفحات وازاي يخد المزلص فليها الوانة معينة. اه المثال دا من الكورس وهو عرض طريقة بحلوب جديد جدا. تجايب لي ايسا? يعني مسلا لو انا حبيت اعمل صفحتي بالالوان دي. انا عايز اعمل صفحتي بالالوان دي. هعملها ازاي? هو ده الاساسي. طبعا الصفحة دي عبارة عن مجموعة صفحات متركبة. الاساس فيها هي عبارة عن ايه? مين يقول الصفحة دي متركبة من ايه? الناس اللي حضرت. مش حد اه حضر معانا ايه? طبعا الصفحة دي عبارة عن كرديون. كمام? وفيها تابات. تاب دي هناخدها النهاردة. وفيها كالندر. فيها فورم. يعني هي مجموعة من الصفحات الديالوج. فيها كنفيرم ديالوج. حاجات كفيرة جدا. كمام? يعني هم ركبها. الجزئية الاساسية بالنسبة لنا مش هي التركيبة دي. الجزئية الاساسية سيمز. يعني ايه السيمز الالوان اللي محطوطة في الصفحة دي. السيمز اللي هنا عقيتها من خلال من خلال تاج اسمه سيمز. تمام? والتاج ده احنا هنبص عليه دلوقتي هو موجود في ال اكس امال. موجود في صفحة الويب اكس امال. عملنا ازاي? هو عبارة عن جاب كنتيكست برامتر. تمام? وعطى برامتر نيم وبرامتر الراليو. وقال له ادى له الصني. اللي هو اللون المشمس ده. طب هو لو حب يغير اللون ده لأي لون تاني فيه مجموعة كبيرة جدا من من السيمزات دي. ممكن يروح يجيب اي لون ويروح مغيره. يعني عندنا هنا هو جمع لنا السيمزات دي في صفحة هنا. عشان هيعملها الطريقة مختلفة. او هيجي كلها سيمزات. يعني يمكن ناخد افطر نون ده ونطبقه عليه. بس هنحطه فين? في الويب اكس امالي. بس نحفظ. والرن الصفحة من اول وفجيد هيجيب لنا طليل. يبا دي بنعملها ازاي? بنعملها عن طريقة ان انا بحط بحط ايه? السيمز ده جوه. بحطه جوه الود اكس امالي. يا شباب. الصفحة الاساسية اللي هيتطبع عليها السيمزة هي الصفحة دي اللي احنا فيها دي. اوه كده انا غيرت السيمزة عندي باعت لأفطر نون الالوان دي بتاعت الأفطر نون. غيرتها فين? غيرتها في الويب اكس امالي. ما عملتش اي تغيير غير الاحدى. اكي. انا شلت الاسم ده من هنا. طب جبت اسم السيمز ده منين? جبت هو حاطتلي مجموعة من السيمزات الكتيرة الموجودة عندي في كلاس هنا. اسميها كلها موجودة. امام? يعني ممكن اخد دارك من اي واحد فيهم. بحطه في الويب اكس امال. بس وهي بترن على طول. بتاع انه برنة ترنين. ماشي? ده اول واحد. طب عندي واحد تاني. ده بقى عبارة عن سيمز بطريقة مختلفة. ازاي? ان انا ممكن اختار السيمزات اللي انا عاوزاها من هنا. يعني انا ليه حق الاختيار? التاني عندي واحد بس. اللي باخده برامتها. لكن ده بختار من خلال. من خلال ايه? اختار السيمز اللي انا عاوزاها وبيتطبق عنها. طب عاوزين نعرف هو عملها ازاي هي نفس الصفحة تقريبا. بس الاختلاف الوحيد ان انا باختار هنا ايه السيمزات هنا. انا اروحتوا فين? حد مركز? مركزين يا شباب? اكمل. لو مركزين واحد. تمام. طيب احنا عاوزين اللي شوفه هو عمل السيمز ده ازاي? عمله ازاي بقى? تمام? وجيه عمل ايه بقى? رايح جيب بي سيمز سويتشر. هو ده اللي بيخليه عندي سيمز سويتشر. تمام? وحطه جوه سيليكتا ايتم. سيليكتا ايتم دي اللي هي هتجيب السيمزات كلها. هي اللي هي الجزئية دي. اللي بتعرض للسيمزات. اللي هي هتجيب للجزئية دي. طب السيمزات دي الاساس هي جابها من بقى من خلال الجابة. تاني. هقولها تاني الحتة دي. يبقى هو جاب الاول سيمز سويتشر على اساس ان انا هغير في السيمزات. الاول ما كنتش هغير. طيب كان عندي في البرامتر. طب ده. هحط فيه ايتم. تمام? هحط فيه ايتم ليبل. اه ايتم ليبل وايتم فاليو. ده في اول واحد كده انا عاوز اقول له تشوز سيمز. طب السيمزات كلها في كلاس اسمها تيمز تشوز دوت سيمز. هين بقى الكلاس دي? الكلاس دي ايه? موجودة هنا. عمل ايه بقى في الكلاس? لو الناس اللي تبعت معانا عمل نفس الفكرة بالزبط. اللي هي ايه? جمع كل السيمزات جوه الري. اسمها جمع كل السيمزات جوه البيس بل سيمز. تمام? وبعدين راح رجل الري دي. راح عمل لي للري دي. بس كده. طيب الريتيرن دي اللي ايه? سميها جيت سيمزة هي اللي موجودة هنا اهي. سيمزة شويز دوت سيمزة. طبعا احنا ايه? بنعمل دروب للجيت. طيب نتيجة الجملة دي ايه? نتيجة الجملة دي هيجيب لي كل السيمزات دي. طيب مين اللي هيبدل ع السيمزات ويخليها تغير الصفحة? اللي هو سيمزة تويتشار. تمام? بس اي واحد فيهم بقى اختاره هيجيب لي الالوان اللي انتو شفتوها دي. طبعا فيه ناس كتيرة بتحب بنات فدي حاجة من الحاجات المهمة. طيب حد فهم? حد فهم انا قلت ايه? الدعم اه هو اللي فهم. طب بقى الشباب محدش من الناس اللي حضروا معانا على اقل مايكل يعني انا شفته قبل كده. محمد ما عرفش محمد ميني. حد اه تحد عنده مشاعة ممكن نعيد تاني. هم? يعني السيمزات سهلة ولا نعيدها تاني هو ده السؤال لو سمحته. الدعم بس هم اللي بيجاوبوا الحقيقة يعني. يعني خلاص نكمل? تاني ع السريع. ماشي. انا عاوزة بقى يا تقول لي تاني ع السريع يا خلاص ما نكملش. طيب. هقول انا بقول انا بعمل ايه? الاساس عندي ان انا عايزة صفحة بتاعتي بالالوان. يعني ايه بالالوان? يعني يغير السيمز بتاعتها. تمام? طيب عندي طريقة من ضمن الطق ان انا ممكن اديها كبرامتر. فين? في الويب اكس ام ايل. فبعمل ايه? بروح جايب الكنتيكست برامتر. جوه الويب ابليكيشن. وبحط له برامتر نيم? احنا عارفين البرامتر دي اللي هي بترن اا اول حاجة يعني. اول حاجة هترن. تمام? وبقول له برامتر فاس دوت سيمز. هو كده بيفهم. ده اسم البرامتر يعني. بتدي له الو هنا اللي هي افتر نون نسبها. طب انا مش عاوزة افتر نون نفترض. فهو الكورسيرف بتجاب لي ببنوعة من كل السيمزات موجودة هنا. ممكن تاخد اي واحد فيهم. وتحطه فين? في الويب اكس ام ايل وهترن. ان انت حطيت كده وترن الصفحة دي. الصفحة دي هترن بالالوان دي على طول. يعني الصفحة دي هي هي هيبقى الوانها دي. تمام? طب انا بقى مش عايزة الالوان دي. انا عايزة كل شوية اغير. طب عاوزة عاوزة تغير. تعمل ايه? عاوزة الالوان تبقى موجودة عندي. وانا كل شوية اغير الالوان دي. انا عاوزة اجي بكرة اغير اللون ده. كل يوم عاوزة بسمزه مختلف. فبعمل ايه? الاول بجمع السيمزات دي كلها جواه سترنجاية. تمام? زي ما عمل في القتكم بليد. جمحهم كلهم في سترنجاية. تمام? اهو كل سيمزات اللي في الدنيا. عبارة عن ري. دي عبارة عن ايه? عن ري. وبعدين قالي المسد اللي اسناها جيت سيمزي دي بتريترن البسو بل سيمز. هي اللي هتريترن الايه? الاري. جميل? جينا بقى في السيمزي ضد ايه سيمزي اتنين دي. عملت ايه? انا عايزة يعرضها لفشكل ايه في الشكل اللي انتو شايفينه. اللي هو ايه? كده. جوه لسه كده. فبعمل ايه? بحطها جوه select item. اول عنصر فيها اللي هي كلمة select choice sims. بعد كده عشان اجيبي الاري كلها بكتبها بالطريقة دي. بقول له select items. والvalue بتاعاتها تيجي من seems choice. منش seems choice دي اللي هي اللي هي الاري. بالطريقة دي هيجيبي كل السيمزي اللي موجودة عنده. اللي جوه الكلاس. طيب. مين بقى اللي هيبدل بينهم ويتبق? ويتبق السيمزي ده? اه اه سويتشر سوري. سيمزي سويتشر دي موجودة في البرايم فيسس. بس هقول له بي نقطتين سيمزي سويتشر وهي اللي هي هي اللي هيطبقها. هي اللي هتطبقها يا تامين على الصفاحة. يبقى احنا المعلومة اللي احنا بنوديها دلوقتي هي عن السيمزي سويتشر. تمام? يا رب كون الناس فهمت. اوكي. تمام. هي الناس مش شك. طيب. من ضمن الحاجات المهمة تانية اللي عايزين نتعرف عليها. اه في حاجات كتير المفروض هنتعرف عليها النهاردة تكملة للحاجات اللي قبل كده. عندنا برضو حاجة عن ال 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 و احنا اخدناه قبل كده. بس برضو الكورسيرفل اتعرضوا الطريقة حلوة. فبنقول يا جماعة الناس اللي عايزة تعلم المستوى التدريب ده. اه وتبقى افضل فيه. تبصت على الامثلة اللي موجودة في الكورسيرفلت وانا برفحها على المنتدى. قريت الناس تشوفها. طيب الكلر بيكر عمل ايه بحضة? الكلر بيكر بدأ يحط الكلر بيكر فور جراوند وباك جراوند من خلال بينا. يعني عمل ايه? عمل ايه? عمل الاتي. عمل بينا عادية اسمها color preference. تمام? بينا زي ما احنا بنعمل بالطريقة العادية. وبعدين عرف. واحدة اسمها وواحدة اسمها وعطاهم دي اللي هي الالوان يعني. يعني دي اللي هتبقى ثابتة عندي. بعدين عمل لهم ستر وجتر. للاتنين. كمان? بس سيبوا الميسود دي هي الميسود دي الميسود عادية فورمات يعني بيعمل لهم فورمات عشان يرجحوا. الميسود دي احنا مش اه يعني مش هي الصفحة اللي احنا بنرمي فيها. جينا هنا بقى راح عمل ايه? جي في اه في الكلر بيكر قال له الفاليو بتاعتها انا عاوزها من ايه من الكلر بيكر التانية عاوزها من بس ولما تضغط روح على عاوزين نشوف الحوار ده ماشي ازاي? نشوف الفايل. اه هو عندي هنا. اه هو دول اللونين السبتين اللي هو بيعرضهم. دول اللونين سبتين اللي هم عاط ينهالوا هنا في السرنجاية سبتة. دول. دول هم اللونين السبتين. الارقام دي هي اللونين السبتين. دودة. تمام? طب انا عملت ايه هنا بقى? جوه روح تجبتهم. جبتهم من خلال ايه? اهو راح جابه من خلال الكلر بيكر. قلت له كولر بريفرنس ضد فورورد كولر بريفرنس ضد جراوند. بس. يعني انا عملت له جيت من خلال الستر والجتر. تمام? بس قول اكشن بتاعته قلت له روح على شو سامبل. شو سامبل دي بتعرض لي ايه? بتعرض للصفحة التانية. اللي هي اسمها شو كولرز. طباعة للالوان دي. هنا. بحيث ان انت ما تدخل الصفحة دي هتلاقي الصفحة متلونة بالالوان دي. هتدود كده. يلاقي الالوان دي هي اللي شغالة على الصفحة دي. يبقى هو كده يستخدم آآ آآ بيكر ان هو ايه يلون الصفحات الاخرى. يا رب تكون وصلة. وصلة ولا ايه? ولا الدنيا خين? ما يا شباب? وصلة? وصلة ولا عيدها تاني? يعني هو جامع جايب وبيقول لي من خلال الصفحة الصفحة دي. من خلال الصفحة دي اعرضيهم. تمام? بعرضهم. هم موجودين كده. موجودين اللي مين عندي. طب هم موجودين بقول له طب في الحالة اعرضهم لجوه مين بقى? دخني على الشو سامبل. ميني الشو سامبل? اللي هي بتاعرض الصفحة دي. بس بخلي الالوان دي تجيني. يعني عملالها ستر و جتر بحيث ان الالوان دي هي اللي تلون الصفحة. فدست عالصفحة لقيتها تلونت بالالوان دي. طيب الناحية التانية بقى في الحتة اللي بعدها على طول عامل ايه? جاي بقى تحت وجاء برضو. قال له المود يعني ايه المود? احنا برضو في الكالندر انها تكون معروضة. الالوان تكون معروضة قدامي. علبة الالوان تكون معروضة. تمام? برضو عمل واحدة للباكجراوند وواحدة ايه? للفورورد. بس وخدهم بعد ما اخدهم بيروح للصفحة التانية وبيعرض الالوان. في الحالتين بيروح بيعرض الالوان. لما بدوس اي لون انا بختاره. اراقي الصفحة تلونت بنفس الالوان. لانه هو شغال ستر و جتر. مجرد بس انه بياخد اللون وبيعرضه. من خلال ايه? البيتر. وهكزا. يعني ممكن لو ما تعودوا شوية بصوا على المسال هتحس ان انتم تفهمتوه اكتر. في مشاكل يا شباب? اه فاهمينه يعني. طب الحمد لله. طيب نبسنا على الصفحة دي. الصفحة دي هي انتظارة عن الكابيتشر. عارفين كابيتشر لما عارفينها. كل الناس عارفينها ان انا لازم ادخل حروف معينة. على اساس ان انا ادخل اجيب معينة. احيانا بعض مواقع بتخليني لازم ادخل الحروف دي. تمام? بس. طب انا عاوز اعمل حاجة زيك في بتاعي. اولا لازم تدخل على الموقع ده. هتديهولكم على اساس تدخلوا عليه. بعد اذن الدعمة طبعا. الموقع مكوش حاجة. هتدخلوا على الموقع ده. لما تدخلوا على الموقع ده لازم اتجيلوا في الصفحة الاساسية في الهوم. تمام? في الصفحة الاساسية هتقوله انا عاوز وتقوله بس تكتب اي اسم هنا وتقوله لما تقوله هيدجيك اتنين كي. واحد 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 دول هتكتبهم هنا ماشي? هتكتب الجملة الجملتين ده كده زي منك هتباهم بالزبط. يعني تنقلهم. بس الفرق هتغير الكيل اللي هيدخولك هنا والكيل اللي هيدخولك هنا. هتحط البرائفت في البرائفت والبابلك في البابلك. لو ما عملتش كده الكابيتشار دي مش هترانه. طيب عشان تتطبق الكابيتشار عندك في الصفحة بتقوله بيه كابيتشار وبتديها اللابل. اللابل ده اللي احنا عارفينه قبل كده. لما بتعمل بتدوس على فهيزهر لك هنا فده اللي اللي هو كابيتشار ده كلمة كابيتشار. لو انت شلت اللابل ده هيحصل ايه هيديك اه اسامي كده مش معروف. بتجيله لو انت هتستخدم الاي دي ده في حاجة كلنا عرفنا قصة الاي دي. وبتجيله يعني انا عطياله الايه? يعني اللغة العربية. فبيقول لك اكتب كلمتين. طب انا اعزى اهم فرانساوي. لو اديت له اتفو ار. هيديك الكلمتين دول فرانساوي. وهكذا بقى. يعني اتتخيل ان انت عطياله اي حاجة في الدنيا او دول فرانساوي. عطياله انجليزي هيديك الكلمة انجليزي. ان هي اكتب الكلمتين او ادخل الحرفين دول او كده يعني. كيفين هنا بالانجليزي. طيب ذات هنا بالعربي. هكتب الفرانساوي. وهنا بالانجليزي. اي لغة انت عايزها تاني بتكتب اول حرفين منها. وصلت ولا لأ انا هعيدها تاني عشان حسة ان انا بشرح سريع مرحة مينة. طب بنقول تاني. الغرض الاساسي اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بيكون عندي حاجة اسمها كابتشر. يعني ايه كابتشر? فده. طب انا لو عاوز استخدم الشكل ده عندي اولا بعمل حاجتين. اول حاجة بكتب بي كابتشر. ده موجود في الفرانساوي. بكتب له ليه عشان. وبكتب له عاوزي لو انا حابب. وبعمله بتاعته. اللانجليزي دي بكتب اول حرفين. تمام? اي ان. اي 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 ار اي اس بي ار على حسب. بيظهر لي بالشكل ده. في حالة. في حالة انا عملت الاتي. لازم ادخل على الصفحة دي. الموقع اللي انا كتبته لكم. واكتب له كابتشر. تمام? اقول له اه ديني جيت ري كابتشر. بكتب له اسم هنا. اي اس. وبقول له انابل. تمام? وبقول له كريات كي. لما بقول له كريات كي. بيديني بقى بقى بابليك كي وبرايفيت كي. بابليك كي وبرايفيت كي. لفقده. باخد البرابليك والبرايفيت بيدخلهم في الويب المقالي. كده. تاخد الويب على طول. كنتيكست برامتر. يعني بتاخدهم كوبي وبس. وتقول له برايفيت كابتشر. كي. وتتدلو الكي من هنا. بتتدلو البيب. بعدين ترجع تقول له. وخلاص بتقفل ايه كنتيكست. بتبدأ واحدة جديدة. وترجع تقول له وبتدي له كي. الايه? البابلوك. تمام? لو عملت كده الدنيا هتمشي تمام? ويجي لك الشكل ده. ما عملتش كده هتلاقي مطلع لك ارر ويقول لك لازم تروح تجيب الكي. بس انت بقى بتدخل الكلمتين عادي. مش مشكل في الدنيا. والمفروض ان احنا مش بيحصل اي حاجة غير ان هو بي خلاص بيدخلنا يعني. ان انت تدخل على الموقع او على المكان اللي انت هترك. يعني مش ضمن اي حاجة. تمام وكده خلاص. كده بدرجي عصر. في حد عنده مشكلة. يعني لو ماخدش عنده مشكلة اكتب لي واحد. لو حد عنده مشكلة يكتب لي لا في المشكلة. كله تمام. كله تمام دي مع ممه يعني. طيب تمام. ماشي. حد عايز اعيد. لو حد عايزني اعيد انا ممكن اعيد تاني بكل سهولة بس قولولي من دلوقت. لو حد عايز اعيد يقولني من دلوقت. طيب كده الكابر خلص. حاجة تانية. عندي حاجة اسمها كونفرميشن تيبل. يعني ايه اه سوري. يعني ايه كونفيرم تيبل او ديالوك سوري. اه. لو انا عاوز اعمل الاتي. ادوس هنا فيزهر لي كونفرميشن زي ده. تيبل بالمنزر ده. مش تيبل سوري. ديالوك بالمنزر ديالوك زي المرة اللي فاتت. لأ عاوز اديالوك فيه وفيه كامسل وكده يعني. وفي حالة ان انا ادوس على سوري رسالة معينة. وفي حالة ان انا ادوس على سوري رسالة معينة. تاني. انا عايزة تيبل اسمه كونفرميشن. سوري. ديالوك. كونفرميشن ديالوك ده هو عبارة عن ديالوك بيزهر لي بالمنزر ده. يعني باكد على المعلومة واقول له سيند فيزهر لي ماسج سيند. او ادوس على كانس يقول لي ماسج كانسل. وصلة لحد كده. وصلة. طيب عشان اعمل الكونفرميشن ديالوك ده. بعمل ايه? هو هنا عامل فورم عادية. الناس اللي حضرت معنا اكتر من مرة عارفين الفورم دي ما فاشل. الشغل بتاعنا الجديد بيبدأ من هنا بقى. بقول له نعودة كونفرميشن ديالوك. في البي. كونفرمي ديالوك ديالوك ديالوك. كمام? الهيدر هو الاسم ريبيو عند كونفرم. مثل الهيدر دي. اللي هي الهينة. اول حاجة. ريبيو عند كونفرم. دي الهيدر. بقول له اسمها ايه? طيب. المسج. ذري مسج بلو زين سيند اور كانسل. كين باع المسج اللي هي دي. تمام? طيب. دي عبارة عن الصورة اللي هي دي. شايفين العلمة دي? يعني دي عبارة عن السررة عبارة عن زي صورة كده. ده ايه? بالبطن. ويجيت فار احنا اخدناها قبل كده. وبعدين كتبة جوها او 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 تبتكست عادية بيجيب الرسالة من ديالوك ديالوك دي. عاوزيني شوك الرسالة دي عبارة عن ايه? اوه? لا يا الابينة. مسج بين سيند. مسج بين. المسج بين دي فيها ايه? ايه? فيها رسالة. انا عايزة بنها ايه? ايه? عايزة المسج اللي بتقول كنفيرم ديالوج مسج. كنفيرم ديالوج. وعبارة عن كلها داتة عادية خالص معرف باريابل زي جيتر وسيتر. كمان? كنفيرم ديالوج مسج اهي. دي المسج اللي هو شغال عليها. بس لو هي المسج دي فاضية اعمل كزا. دي فولت مسج. رجع لي المسج اللي فاضي. ديها رقم اتنين. دي فولت مسج اتنين. مسنج مسج. هيرجع له دي. ده حالة ايه ان انا ما كتبتش في الاديتور. تمام? طب لو دي ادرس فاضي هيرجع لي دي فولت مسج ايميل تو. هيقول له الاميل فاضي اللي هي المسج اللي فوق. تمام? اه. مسج جميل. مسج عالية نفاش اي حاجة. طيب ما حصلش كده ولا كده. فبقول له اعمل لي ايه بقى? رجع لي عبارة عن ايه? عبارة عن كلمة مسج الرسالة. وعبارة عن كلمة الميل. ويه? وبس ريترني الجملة دي. رجع لي هيرجع لي الرسالة نفسها ليه ايه اللي انا بكتبها? بس. من خلال ان انا عملت لها ايه? جتر وسطر. ورجع لي الايميل ورجع لي هي اوكي? جبتهم من اين بقى? من اللي فوق. عندي سطر وجتر ليهم. سطر وجتر ليهم. بس. يعني الغرض الاساسي منه اللي انا عاوزاه لما دوز ريفيو. زهر لي كنفرميشن. الحالة دي. حاطت هنا اوكي تيكست. اوكي تبض عبارة عن. لو انا قلت له. لو هو ما كتبش. يعني نفترض ان انا ما كتبتش هنا. ولا هيرجع لي ايه? هيقول لي ميسنج مسج. وميسنج ايميل. الميسج بتعمل كده. طيب لو انا كتبت. يرجع لي ايه? يرجع لي بقى يقول لي الميسج كزا. اللي انا كتب ده. والميل كزا. تمام? بس كده. هو ده الغرض من الميسج دي كلها. كنفرميشن. كنفرم ديالوج ميسج. بس هنا بقى بيجي بيقول لي في حالة ان انا دست على البطن الاسمه سانده. اظهر لي ميسج بين دوت شو ميسج سري. ايه ميسج بين دوت شو ميسج سريدي؟ هنبص عليها. ميسج شري. اهو. بكيرن. ما شود سري. لو ها مش فاضي. لوها مش ملية مش اااااا ما تفوش ذاتة يعني. تنزي مسج توكستمر سببورت. خلاص كده ايه? هقولوا ان المسجس تم ارسالها. بندها على المسجس دي يعني. اه. مسجس سيندو خلاص. باقول له مسجس سيند. طيب. لو قلت له كانسل. على شو معقد شوية. هيقول لي مسجس سيندو. جبتها منين? من خلال. اوه سوري. من خلال ده. معلش يا جماعة انا هعيد الجزئية دي تاني. تمام? معلش انا اسفر. تاني. انا عملت ده ده. تمام? في حالة هيجيب الداتا بتاعته. سميته. وعطيت له آآ مسج. بشكل معين. عطلت له آآ آآ صورة. وقلت له في حالة ان هو اليوزر دخل داتا. اعرض لي الداتا دي. دخل لي الايميل. اعرض لي المسج. وبعدين عندي تو بطن. واحد اسمه سيند واحد اسمه كانسل. في حالة سيند بقول له آآ اعرض لي الاتي. اعرض لي الديالوج ده. والمفروض ماشي? اقول له ايه? ان المسج خلاص ارسلت. تب في حالة هيعرض لي الديالوج ده. ماشي انا موسطش على المسال ده بشكل كامل يعني. نقول تاني. في حالة سيند هيبعات لي في حالة هيبعات لي آآ من خلال ايه? من خلال ايه بقول له او ايه. اه خلاص. اقفل لي الديالوج اللي ففوق. وافتح لي ديالوج وان دوت شون. ففي حالة بقول له اقفل لي الديالوج ده. وافتح لي الديالوج اللي تحت اللي هو في ايه? ماسج سيند. اللي هو الاداء بتاعنا العادي اللي هو كده. هدوس بريفيو. هيعرض لي الديالتا اللي انا دخلتها في الايدوتور ده. تمام? لو دست على سيند ده. هيروح اقفل لي الديالوج اللي انا شغالة فيه. ويعرض لي الديالوج اللي انا شغالة فيه. لو دست على سيند. فبيقفل لي الديالوج اللي انا فيه ده. وبيعرض لي ماسج كانسل. يا رب اكون قدرت توصلها. عارفة انا مبسطش عليه بشكل كامل بس. وصلت. حاجة عندي اسمها يعني ايه? يعني حاجات نقدر نحركها. شايفين? ان انا هعمل لها. ماشي? كده. ممكن احركها بكل الاتجاهات زي اللي فوق دي. عادي. في اي مكان احركها واسيبها تتحرك. ما فيش مشكلة فيها. اللي تحتها لأ ما ينفعش احركها غير من فوق من الهدى. لو جيت احركها من تحت كده مش هترضى. اجي احركها من تحت لأ. لازم احركها من الهدى. لكن دي من تحت اهو بحركها عادي. تمام? طيب. دي لازم احركها في الاتجاه ده بس. افكي. طب عاوزة احركها لفوق مايردوس. دي لازم احركها لفوق. ماينفعش العكس. لازم لفوق. تمام? كلون دي معناها كاينو بياخد نسخة. شايفينو ايها بتتحرك واخد نسخة ازاي? حاجة صغيرة. هي حاجات شكلية يعني. تمام? دي حاجة شكلية. شايفين? معناها اننا لما احركها ووضيها في اي حتة فوق واسيب هترجع مكانها تاني. اهو. احركها لفوق واسيب ترجع مكانها تاني. لوحدها. وهنعرف ازاي بتتعمل. عندي حاجة اسمها وبسيتي وهي عبارة عن ان انا وانا بحركها بيحصل لها غموض. بتبهت. شايفين بهتة ازاي? بيحصل لها هبوط. غموض سري. تمام? عندي حاجة في الدريجابول ريستريكتد. يعني ايه? يعني جوه الايطار ده بس. ما تتحركش غير جوه الايطار ده بس. طيب يا شباب. مش واضح عندي. اعمل ريفرش. سيزميكل اعمل ريفرش. ماشي يا شباب? طيب. بهمتوا الجزئة اللي انا قلتها دي? حت بفهمها? احنا معظمنا دعم الحمد لله. دعم وتسجيل. مع الغرض ان احنا نسجلها فعلا. طيب حد فيهم اللي احنا بنقوله ده ولا يعني حد يقولي كده انه فيهم على اساسي. انا اكمل يعني. تمام. طيب يبقى الدراجة اللي هو المقصود بهم يكون عندي حاجة قبلة للادراج وللدروب. طيب انا بعمله ازاي بقى? عشان عمله. بعمل الان. انا عاوزة اعمله من غير اي معينة او اي متطلبات بعمله كده. بقوله في درجابل وبقوله فور وبديله الاي دي. انا بعمله للبنال دي. اللي هو اول واحد. اي حاجة. وبالتالي ما عندوش مشاكل. في اي من اي حتة هتسحبه وتدرجه وتعمله دروب ما فيش مشاكل. طيب. التاني بقى. التاني. طبعا هي بنال. ابرا عن بنال. ابرا جواها بتقوله درجابل. وبتديله الاي دي. انا عا بعمل درج للبنال دي. تمام? اه وبتقوله الهندل. هندل يو اي فانال تايتل بار. يعني من غير التايتل بار مش هنقدر نعمل درج. لازم من الهيدر كده فور. تمام? لو حاولت تعمل لها درج او سحبه من تحت مش هترجع. طيب الحتة دي بتتعمل ازاي من خلال هندل وبتديله الاي بانا. طيب. اللي بعده درجابل فور. برضو نفس القصة بتديله الاي دي. اكز. اكز دي معناها اه هيريزون. ان انت لازم عشان تعمله في الاتار ده كده. تحركوا في الاتار ده كده. ما ينفعش تحركوا الفوق والتحت. طيب العكس بقى بتقوله ايه? بتديله واي بقى. اكز ده هتكون واي. هو يا اكز. يا صاري. بياخد الكمتين يا اكز. يا واي. اما اما ايه? بنفس الطريقة. طيب. معناها ان انا بعمل زي نسخة. اللي هو كده. زي ما يكون انت سخت نسخة صغيرة منه وبتبدأ تحرك. ده بتعمله ازاي? بتقول له درج فور وتدينه الاي دي. وتقول له الهيل بلر عبارة عن كولون. ده التعبير الخاص بي ان هو يكون اه استنساخ. في اه الريفيرت. واللي قلنا عليه من شوية. لو انت دست على الريفيرت. ووديته اي حتة. هو هيرجع مكانه لوحده. لو دست على اي حتة. هو هيرجع مكانه لوحده. ده الريفيرت. كمان? طيب اقول له الريفيرت. بنساوي true. يبقى عندي الريفيرت اساسا ايه? عليه فولس. معناها درجة الغموض انه هو يكون غامض. لما بتدوس كده شايف? بالاضاءة بتعفز زيت. تدي له درجة الغموض عديه. عندي بقى حاجة اسمها آآ ريست ريكتد. فبقول له درجة بول. كمان? آآ بقول له ان هو هيكون فور كونال بانل. كمان? بتدي له الاي دي. اللي هو ده. وبقول له بتساوي بيرنت معناها انه هو متحجز خلال بتاعه. مين البيرنت? اللي هو الايطار اللي هو عايش فيه الوقت. ليه يا دي? يعني هو ما يقدرش يخرج او نعمله بعيد عن الاطار ده. بعيد عن البيرنت. بس ده ممكن تعمل آآ بس للأسف انا مش جايبة صور. بيوريك برضو تعملها ازاي? الرابط عندي هو الاي دي. طيب يا شباب فيه حد عنده مشاكل. حد عنده مشاكل لحد كده. حد فاهم حاجة. حد عاوز عيد طيب? استاذ مايكل عشان كان عندك مشاكل في الشير. اهمت قصة الدرج. لو عاوزين نعيد هعيد. بس بسرعة قلولي. مش عاوزين نعيد. كده انا فهمت ان انتو مش عاوزين نعيد. فيهمتو يعني. خير. طيب. ده الدرج. الدرج معناه ان انا يكون عندي طريقة ان انا اسحب بيه الحاجات. عندي حاجة تانية اسناها مينيوم. عاوزين ده ناخد شوية حاجات في المينيوم. المينيوم دي عبارة عن ايه? هي عبارة عن طريقة عرض. لو انا عايز اعرض الداتا بتاعتي بالطريقة دي. نفترض ان انت عندك. الموقع عاوز تعرض الداتا بالمنزر دي. عايزين بقى نعملها. نعملها ازاي? ياريت كلنا نركز. دي اسمها ميجا مينيوم. وهي طريقة عرض لداتا كتيرة. يعني انت لو عاوز تعرض داتا كتيرة بالمنزر ده. تعرضها من خلال الميجا. طيب بتعمل ايه بقى? اول حاجة بتعملها بتقول له بتقسمها. بي مينيوم ميجا مينيوم. تمام? ده في الاول خالص. وتروح قفلها تحت خالص. اخر حاجة بتقفلها. وانس النكقة فلتها تشتغل جوه بقى. اولا بتعمل بي ساب مينيوم. يعني ايه ساب مينيوم? يعني اللي هي اول واحدة تيفي. ده ساب مينيوم. السبورت ساب مينيوم. الانترتينمنت ساب مينيوم. الكويت ساب مينيوم. كل دور ساب مينيوم. تمام? جوة ساب مينيوم بقى بتبدأ تقسم. في الساب مينيوم بتديها اللي هو الاسم اللي يبقى يكون مكتوب عليها. والايكون الصورة اللي انت عاوز تبقى موجودة. يعني هنا علامة صح. فكتبين ايكون بيساوي يو اي ايكون تشيك. يعني حضراتكم مش مضطرين تحفظوا اثامي الايكونات بس ممكن تاخدوها من من هنا هتلاقوا ايكونات كتيرة واسميها. خلاص كده انا عملت اول واحدة اللي هي ساب مينيوم اسمها تيفي. اديتوا الاسم تيفي. وديتوا اللي تشيك دي هي بقى عبارة عن ايكون صورة يعني الايكون. هبدأ بقى اقسمه. عندي كم عمود هنا? واحد اتنين تلاتة. كده هم مقسموا كام تلاتة اعمدة. هبص هنا واحد. وافلوا تحت. اتنين. وافلوا تحت. تلاتة وافلوا هنا. وبعدين افل الساب مينيوم. يبقى هو عمل ساب مينيوم. وراح افلها تحت. من خلال كام تلات اعمدة. بعد تلات اعمدة افلها. فتبدأ واحدة جديدة. بدأ ساب مينيوم جديدة. اه بدأ ساب مينيوم جديد وبعدها اسمها ايه ساب بورتوس. اه سوري سبورتوس. عمل فيها كم عمود? مين يقول لي عمل فيها كم عمود? سبورتوس عمل كم عمود هوري هالكو تاني. كم? حد شاف كم عمود? طيب عمل تلاتة يا شباب. تلات اعمدة. اهو. سبورتوس واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. نشوف اول وخدة الاول خلص عمل عمود الاولاني وجوه العمود المينيوم ليفل وين. سوري ليبل سماة تيفي وين. بورت تيفي وين عمل حاجه اسمها مينيو ايتم وديها باليو. وديها يو ار ال. يعني ايه ال يو ار ال? يعني المكان ده اللي هو ال اه. ليه انك تخش عليه بقي يعني مسلا هو عاوز يدخل على جوجل في اول صفحة ديها يو ار ال بتاع ايه? بتاع جوجل. عاوز يدخل على صفحة مسلا اه هو او البرودكت او السيرفز. تمام? بيديها اليو ار ال هنا. اوكي? وبيقفل السب مينيو. تاني هنقول اول عمود عمل سب مينيو وسمها تي في. يعني التابة الاولانية دي عبارة عن سب مينيو. جواها جوا السب مينيو دي عطاها مينيو ايتم تي في وان وتي في وان تو. دخل تاني هنعمل ايه سب مينيو ليب تي في تو. وجواها اداني تلاتة مينيو ايتم. اهو واحد اتنين تلاتة. بعد كده عمل بنفس الطريقة بقى. سب مينيو تي في سري وعمل جواها تنين مينيو ايتم. تي في فور. تو مينيو ايتم. كل ده سب مينيو. التابة عبارة عن سب مينيو. اللي جواها عبارة عن مينيو ايتم. رقم فايف عبارة عن تلاتة مينيو ايتم. وفي الاخر عنده كولم لوحده كده فيه. مش مينيو ايتم ولا حاجة فيه زي عنوان لوحدها وفيه صورة بس ما فيه صور للأسف لان انا محملت كل الصور الموجودة معك. وهكذا بقى. بدأت ايه اسم اللي بعده. نفس الطريقة بالزبط. بتلو سب مينيو اسمها سبورتس وديتها ايكون. بعدين قسمتها الاعمدة. وكل عمود بدأت اكتب السب مينيو. وكل سب مينيو بدأت اكتب المينيو ايتم. والمفروض في كل مينيو اكم اديها اليو ار ال. هي شوية كتيرة الكتابة بس يعني هي طريقة عرض الظريفة. وسهلة. انتم ما تعودوا بس وتفهموها مع نفسك وكده تفهمها سهلة. طيب الاخبر ايه? فهمينها? والابعيدة تانية يا شباب. انتم ليه مش بتديني يعني حد يقول لي عديها لأ كوي لأ خلاص اه فهمناها كده يعني. ده الدعم. بقى يا شباب. الناس اللي حضرة. تهمناها سهلة او تمانا. ماشي. انا بس عايزة اتاكد ان الناس فهمها يعني على اقل انتم اللي حضرين. بقى ابقى تاهم حد اه تاهم يعني. كمان اوكي. يا سهلة فعلا ما فيش حاجة يعني. انا بس كنت عاوز اواريكم حاجة واحدة فيها. قبل ما نمشي منها. اه. اه. في الكويت. شوفوا في الكويت هنا. في الكويت هنا عمل لي فهنزوريك هو معمول ازاي. اهو. حطط لي فيه ده الموقع اللي هيدخل عجيب. في حالة اني قصت على هي عبارة عن بتحط فيه وهو عبارة عن موقع وعطيه له ايكون بتساوي وبيدخلني عن الموقع ده. يبقى المقصود دي. اللي هي الصورة. ولو دست على كويت هيدخني على يو ار ال ده. ياريت يكونوا حضراتكم قادرت توصلوا لقصة يو ار ال. دي الميجا. طب عادي نشوف نوع تاني اسمه المينيو بياني. المينيو طرح المينيو بياني. دي طريقة عرض اخرى بقى. اهو. بتاسمها مينيو. مينيو بار. تمام? المينيو بار بقى دي بتتعمل ازاي? اولا بقول له بيه مينيو بار. برضو قصتها قصت بي ساب مينيو. وجواها اقسمها بقى. لو عاوزة ساب مينيو تاني. يعني ايه ساب مينيو? يعني قيمة هيتفرع منها حاجات. يعني نيو ساب مينيو. لكن ال اوبن مينيو ايتم. يعني ايه ساب مينيو? هي هي هيتفرع منها جزئيات تانية. يعني نظام شجري. الشجراء عارف? عارف الشجر فروع. لو انا مش هفرع منها يبقى اكتبه ايه? مينيو ايكل. فبالتالي عندي الفايل الفايل في حد زاتها هي عبارة عن ساب مينيو. يبقى عندي الشجر الاساسية اللي هنيه مينيو بار. فابل اول فرع فيها اللي هو ساب مينيو سمته فايل. وديته ايكون. بعدين بقى عم الفايل ده خدت ساب مينيو. خدت فرع تاني وسمته ميو. وديته ايكون. وبعدين جو يو عملت اتنين مينيو ايتم. واحد اسمه واحد اسمه اذر. تل اتنين ممكن اتديه له ايكون وممكن ولازم اتديه له على اساس هيروح يعمل ايه? اهو عندي صورة هنا ولكن ما عنديه الصورة هنا. اوكي? ده مينيو ايكم مينيو ايكم ده ساب مينيو. ده ساب مينيو. تمام? بعدين دخلت اعطيت مينيو ايتم اسمه اوبن ومينيو ايكم اسمه كويت. لهم ادول مينيو ايكم. كده انا خلصت الفايل. بعد ما اخلصت الفايل ممكن اعمل ساب مينيو تاني عشمو ايديت. وديته ايكم. وجوه الساب مينيو ده عطيت له مينيو ايتم ومينيو ايكم. تمام? المينيو ايتم ده اللي هو هنا هون. مش فرع. يدوبك كده دي ورق. ورقيقات في الشجرة. ما عنديش فروق. كل كي واحدة فيها في صورة او ايكم. وكل واحدة فيها فيها ايو ار ال. ماشي يا شباب? وهكزا بقى. عاوزة في الهلب ديت له مينيو ايتم. الهلب اهو. وبعدين في عطيته ساب مينيو. طب جوه السرش بقى عطيته ساب مينيو تانية. اللي هي ايه تكست. شايفين? التكست دي عبارة عن ساب مينيو. طيب عاز اتاكد ان الناس فاهمة الجزء ايه دي. اه اختفوا عشان انا حسدت مبارح. انا قلت اه هو الوحيد اللي بيحدث فاكي عشان كده هو اختفى. بس هو تقريبا عشان احنا غيرنا معادل محاضرة فالناس ما بقيتش عارف انا واحد انت. وانا كنت عاوزة اخلصها باسرع وقت يعني عاوزة ان هذا يكون اه يعني حوالنا مبارح وما كانش فيه اه امل يعني والنهاردة ما كانش يبقى فيه امل بس الحمد لله ربنا يسر يعني. طيب اه مايكل انتش فاهمها ولا اتنين دي معناها فاهمها? الحمد لله. خد الله مش هفعل. انا مهمة عندي ان انا اسجلها الحقيقة النهاردة يعني. لحس ان الناس ممكن تسمعها. لعله خير بالزبط. طيب حدي. لا مش ساهمها. طيب مش ساهمها. طيب بص. طب انت فهمت الميجا يا ساز ما اينتل. فهمت الميجا. واساز احمد بوريكا. نفسي تعمل ببروجيكت معانا يا ساز احمد. عندي امر انك تعمل حتى لو صفحتين. يعني انا مفيش فاهمت. ساهم الجزئية دي ولا مش فاهمها ساز احمد بوريكا? استاذ مايكل رد عليا. ساهمت الميجا ولا مش فاهمها? ردوا عليا بسرعة عشان ننتالي. يعني شوية. يعني. الاتنين مش ساهمهم? يا خبرة بيض. طب في حد تاني مش ساهمهم يا شباب. يعني بامانة. قلولي عشان. ماشي اوكي. لا انا بتكلم على حاجة ممكن ان يكون طريقة شرفي مش موصلا معلومة. يعني العب مش في سعادتك الهاتف. الهاتف هي انا. معلش الناس الدعم طيب انتم فاهمين ولا انتم مش مهتمين بالقصة اساسا يعني. فلو حد فاهم هيكتب لي واحد عشان ده مؤشر ليا يعني. طيب عموما اللي احنا بنقول عليه هو عبارة عن ايه? هو عبارة. هو عبارة عن ان انا عاوزة اعمل بالطريقة دي. يا اما بالشكل زي ما احنا شايفينه تابع معي بقى يا ساز مايكل عشان هشيك معاك بعد الشيء. عاوزة اعمل قوائم بالشكل ده. قوائم بالشكل ده. في الحالة دي اللي هي فيها بيانات كتير او فيها عرض كتير دي اسمها ميجا مانيو. اسمها ميجا مانيو. تمام? طيب. اي يعني عشان اكريت الاطار اللي فوق ده خالص فبقول له بي دوت ميجا مانيو. ده عشان يديني الاطار بس. يعني بي نقطتين ميجا مانيو عشان يديني الاطار. يسمح لي ان انا ابدأ اشتغل. لكن عشان اعمل القايم الفعلية ببدأ اقول له ايه? دي ودي الفوق. العنوين دي عبارة عن ساب مانيو. يعني ايه ساب مانيو? كأنك ماسك كده ورقة وبتكتب عليها شجرة. بترسم عليها شجرة. طب عشان ترسم الشجرة بتعمل ايه? بتعمل اول فرق. طب الفرق ده هيبقى فيه ورق بس ولا هيبقى فيه فروق. لو فيه فروق بتبدأ تفرعها. لو فيه ورق بس بتعملها ورقة. بترسم شكل ورقة. برضو هنا نفس القصة. اللي فوق دور كلهم. العنوين اللي فوق فروق. عرفت منين انها فروق? لانها ينزل منها حاجات تانية. الفروق عبارة عن امتدادات. يعني فيها امتداد. لكن للورقة ما لهاش امتداد. خلصت كده فوق. قسمت عندي كم فرقة? كم فرقة اساسي? خمسة. جيت ده في كل فرقة بدأت اقسمه. قلت اه. اتي في ده انا عاوزه تلات اعمدة. كده. واحد اتنين تلاتة. تمام? في جوه كل عمود بدأت اه. اول تباية التاب اللي فوق دي معناها انها يعني ايه يعني فرق. يعني ايه فرع? يعني هو ده اللي هينزل منه الورق بقى. الورق اللي هو ايه وتي في تو. طب التي في وان والتي في تو ده معناه ان انا لما كليك عليها هيوديني لصفحة. بس لازم تكون حضرتك حاطب اليو ار ال. طب انزل لتاب اتنين عشان اعملها بقول له برضو دي ساب مينيو اهو. ساب مينيو دي تاب وان. طب. اه تي في تو ساب مينيو. اوكي? التي في اساسا هي ساب مينيو. كلهم ساب مينيو. مين بقى المينيو ايتم? الحاجات الداخلية اللي احنا بنقول عليه. ده ده مينيو ايتم. ده مينيو ايتم ده مينيو ايتم ده مينيو ايتم. ايش هي? اي حاجة هو عاملها تباية تبقى ايه? ساب مينيو. اي حاجة عاملها كده عادية من غير تاح تبقى مينيو ايتم. وعطاها ايتم ويو ار ال. طيب شارحك مبسط ربنا يا كلمك يا رب. اغير الشكل بطريقة اخرى. لأ مش ممكن ما اغير الشكل. دي زي ما تقول ان هي قوائم جاهزة شوائح. ممكن تعمل ايه? ممكن تقلل الحاجات. يعني ممكن مش شرط الحاجات. هي طريقة عرضها كده. دي طريقة العرض. طريقة عرضها كده. لكن ممكن ايه? ممكن ما تحطش كل الحاجات دي. ممكن تعملها عمود واحد بس. ممكن تعمل في كل عمود مش كل الداتة دي تعمل واحدة وجوها واحدة بس. معايا? اوكي? طيب عايزين بقى نشوف الايه اللي احنا جايين نتكلم عليها دلوقت. اللي هي مين? اللي هي المينيو بار. عبارة عن ايه بقى المينيو بار دي? المينيو بار دي طريقة عرض بس. اوكي? طب عشان اعمل المينيو بار اول حاجة لازم اعملها القاتل. لازم اكتب بيه مينيو بار. ماشي? دول مينيو بار بعمل سب مينيو. دول مينيو بار بعمل سب مين هي بقى السب مينيو? اللي هي الفايل. يبقى لعندنا العنوين الحارسية دي سب مينيو. طيب. اي حد جوه هيتفرق يبقى ايه? سب مينيو. زي النيو. طب الوين والكوايت قولولي بقى سب مينيو ولا مينيو سب مينيو ايتم. مين اللي هيجاوب? مه? الوين والكوايت. سب مينيو ولا مينيو ايتم? مه? مينيو ايتم تمام. غلط سب غلط. هي مينيو ايتم. مينيو ايتم يا ييه؟ لاني انه السب اللي هو بيبقى سبه مو هتطأ. روجيكت. راجع ايه مينيو ايتم. طب اضل مينيو ايتم. ندخل عا اديت. الاندو مينيو ايتم. الريدو الريد. سوري مينيو ايتم. طب في الهيل. الكنتنينت مينيو ايتم. السيرج. صب مينيو. التكيخص صب مينيو. الفائل. البيض مينيو ايتم. بالاطشل. الاشيخ؟ منيو ايتم. الاجكس نفسها ساب منيو. السيف منيو ايتم. وهكذا. ادي ليك منيو ايتم. وصلت. ايوة الساب هي اللي بتحتوها الاسر. اه اه معلش. بس فهمت الجزئية ماشية ازاي. ده مهون معاندي يعني. خلاص بها. نشوف بقى الرسمة جوة. عمل ايه ساب منيو. عبارة عن فايل. وجوها ساب منيو تاني اسمها نيو. وطبعا بقى الايكونات والحاجات دي انت عرفتوها. عرفت اليو ار ايل. جوه الساب منيو دي عملنا اتنين ميو ايتم. اسمهم بروجيكت واثر. جوه وبعدين عملنا ميو ايتم اسمها وقل اللي بحك. عملنا ميو ايتم اسمها كويت. كده انا عفلت مين الفايل. كده الفايل خلاصت خلصي. بدخل على ال ايدت. ال ايدت فيها اتنين ميو ايتم بس. عنده ريلي. طيب. عندي بعد كده ساب منيو اسمها هيلب. ساب منيو اسمها هيلب. فيها ايتم اسمها كونتينت. وفيها ساب منيو اسمها سيرش. جوه سيرش في ساب منيو اسمها ايه تيكست. لانها جواها ايتم اسمها وورك سبيس. وفيها ايتم اسمها فايل. اوكي. طيب عندي ساب منيو. ايه دي اسمها اكشنز. جواها حكتين. اجكس. ودي عبارة عن ساب منيو. ونان اجكس ودي ساب منيو. تمام? جوا الاجكس في اتنين. تيف وابديت. وجوا النام اجكس في دليت. تمام? ودول عبارة عن منيو ايتم. تحت خالص. عندي حاجة اسمها منيو ايتم اللي هي اكويت. اوكي. دي في ناحية. كده احنا تقريبا خلصنا الكلها. في جزئية انا هقولها عليها بس نسبتان للاخر. عندي عامل بقى على جنب كده لو انتم شايفين اسمها جواها اللي هي الجزئية دي. شايفين دي? شايفين الجزئية دي عامل وعامل يعني زي نزام تقسيمة كده. برضو عاملهم على جراف ايه في المينيو ايتم كله. لحد كده. في حد عنده مشكلة يا شباب? لحد كده. في حد عنده مشكلة? لأ. ده كويس. طيب. في بقى جزئية مهمة جدا من ضمن الجزئية اللي احنا عايزين نفهمها. اللي هي ايه بقى? احنا عايزين نخلي. زي ما بيقولوا. مش مش الحاجات تبقى واقفة بس كده. لا احنا عايزين اما ندوس على كلمة سيف. يقول لنا data saved. او ندوس على. كلمة update. يقول لي data updated. مسلا يعني هيروح لي method ويرن وكده. او نام اجكس نقول له delete. يقول لي data ايه? deleted. data delete. اوكي? كيف? طيب. فيه سؤال بس يا رب تعرفوا الجوبيه عشانتوا ما كنتوش متابعين معايا من الاول. الاجكس لو قلت له save. وانك كده. دي اجكس ولا مش اجكس? بس ما تبصوش للإسم طبعا. واللي هيقول لي اجكس ليه واللي مش هيقول لي اجكس ليه? لو مش عارفين قولي لي لا مش عارفين. يعني اكتبوا لي لأ وخلاص يعني وانا هقول له. طيب هقول له هو. عما بيدوس على save كلمة سيف. وبيقول لي data saved هنا وهنا. طب data saved هنا و data saved هنا حد بعارف دول ايه? ده خلاص انا يعني معلش انا عزراكم الحقيقة. اولا data saved هنا و data saved هنا هم عبارة عن message وال scroll. قلناهم المرة اللي فاتت ان انا لو انا عايز تظهر لي فوق الصفحة. فبقى اعمل حاجة اسمها scroll او message والاتنين بمعنى واحد. هم اللي بيخلولي الرسائل هنا. دي message ودي scroll. كمان? طيب. اللي عاودين بقى نعرفه الرسائل دي جاية منين? جاية من حاجة اسماء action listener. طيب الaction listener ده بيروح على فين? على menu pin dot save. عاودين نروح للمنيو pin دي. menu pin. المنيو pin بعملنا فيها message. بنقول فيها goal message دي او بتقول message اسمها add message. طب الupdate بتقول نفس المشد. بس بعطلها stringية مختلفة. طب بتقول نفس المشد. بس بعطلها stringية مختلفة. طب عاودين نشوف الاد message دي عبارة عن ايه? الاد message دي method void ما بترتيرنش اي شيء. بتاخد stringية summary اللي هي اللي هتجيلها من فوق. وهي عبارة عن سطر كود واحد. بيخليني اقدر ربعة الjava server faces رسالة. بس. الface context دي class. جواها method اسمها جيت current instance. dot add message. بتدي له اثنين برامتر. واحدة null. واحدة new face message بتاخد السمر. ده سطر كود واحد. بس الاساسية انه ابعت الjava server faces message. المسج دي عبارة عن ايه? المسج دي عبارة عن data اللي جاي اللي من فوق. اللي هي فين? اللي هي هل المسج deleted او save? تمام? من خلال ايه? السمر. تاني انا save بندها بقول message اسمها add اه سوري. بقول message اسمها add message لها data save. update بقول هي نفس message اسمها add message وببعث لها data update. delete بقول نفس المسج وببعث لها data deleted. طيب المسج بسمها add message هي عبارة عن void. المسج ما بترجعش ما بتريترمش اي شيء. بتاخد استرينجات. اوكي? وهي جواها بعمل كولنج الحاجة اللي اسمها اسمها. من خلالها جيت current instance dot add message. ببعث من خلالها السمرين اللي هي ايه الرسالة. دي شكل دي عشان يبعتها للفورم كلها. فبالطريقة دي. لما انا بقوله menu pane dot save بيقول data saved. لما بقوله menu pane dot update بيقول menu updated. او updated. menu pane dot delete بقوله كده ايه? data deleted. اللي هو القاتي. لما بدوس هنا اجكس save. يقول لي data a saved. وهو في حاجة حسرت. انا عملت حاجة ان شاء الله. ايه هي? بس. save. يقول لي data saved. لما دوس على update يقول لي data updated. لما دوس على delete يقول لي data delete. طيب وصلت يا شابات? حد فاهم منها حاجة? حد وصلت له المعلومة الدنيا ماشية ازاي? لو وصلت قلولي. ايه ما وصلتش ولا وصلت ولا ايه يعني. يعني شواردة فيت بيك? انتو بتكسلوا تكتبوا. معلش يتعبوا معي شوية. معي يا شباب? ايه يعني مش عارفة وصلت ولا لأ? يعني غير الدعم. مايكل واحمد بوريتا وتوزي احمد بوريتا? وصلت ال data ولا انا? ايه يعني فاهمينها ولا لا يا جماعة? هو انا بسعل شؤال طيب. قصة بقى اللي انا سألتوا من شوية هل هي اجكس ولا مش اجكس? هقولك انا في كلمة اجكس لما بقوله save ما بيروحش عالسيرفر. ما بيروحش بعرف ازاي ما فيش هنا ما بيعملش زلود للصفحة. طيب لما بقوله كلمة update برضو نفس القصة. ما بيروحش عالسيرفر. طيب في delete بقى بقوله delete بيعمل ايه? بيروح عالسيرفر. شفتوها دي? بيروح عالسيرفر. انا بعملها ازاي اجكس باي ديفولت? لما بقوله update. الاس والتي من الاس والتي ده. هم عبارة عن المسج والجرول. لو قلت له update وسكبت يبقى كده اجكس تشغالة. بس لو جيت قلت له اجكس فولس يعني انا كده ان هو هيضطر يقدتهم بس يروح عالسيرفر. يعمل reload تاني للصفحة. يعني هنا قلت له update. هنا عبديت. بس سبته عالديفولت. الديفولت عنده ان الاجكس بترن عادي. لكن لو قلت له الاجكس فولس بقى معنى كده انه هيعمل ايه? هيرولود الصفحة من اول والدي. وبالتالي ده بيرن من غير ده بيرولود الصفحة. طبعا الافضل ان انا اخلي الاجكس ايه? ايه? ماشي يا شباب? طيب حد عايزني اعيد الجزئية دي? الحمد لله. تحدي بيرود على اي حاجة. طيب عندنا بقى حاجة تانية اسمعها كده. menu button. menu button انا عايزة القائم تبقى بالمنظر ده. تبقى على هيئة menu منسدل. يعني قائمة منسدلة كده. وفيها safe برضو واقول له safe فيقول لي كده. واقول له update يقول لي كده. واقول له delete يقول لي كده. واروح للهون بيت يدخلني على صفحة جديدة. اوكي? وصل لكم معنى. حد وصله المعنى. لو حد وصله المعنى يقول ايه واحد. طيب. في menu button سهلة دي بقى. بقى حط message which roll اللي احنا عارفينهم. وبقول له menu button وبتدي له value بسميها ومسميها اسمها options. menu button واسمها options. بس جوها كلهم menu item menu item menu item وعمل سيبيريتر. ايه سيبيريتر ده اللي هو الخط الرفيع ده اسم سيبيريتر. مرة اللي فاتت. ومش عملاله له height ولا اي حاجة. عطيها بس هو كده. برضو في نفس القصة. عملة update. للس والتي اللي هي الجرول. عملة الaction بيروح على نفس النسد اللي عملناها من شوية اللي هي update و delete و save. وعطيها له icon. في حالة delete قدت له الagext false. هيعمل ايه? reload للصفحة. لو قلت له delete هيعمل لي reload للصفحة. لكن لو قلت له update هي update لو قلت له save هي save. بس في حالة save برضو بيعمل ايه? reload للصفحة لاني عملة adjust false. عندي menu بالاخير. وهو عبارة عن انه بيريترن بيوجيني اللي هو سهلة. سهلة يا شباب. اعيد تاني. عايزنا اعيدها تاني. هم? فيش حد عايزنا اعيدها. طيب الحمضة. بصوا انتفع على حاجة لو حد عايزنا اعيدها يكتب واحد. اللي عايز عيد يكتب واحد عشان ما تكسليش. طيب عندي حاجة اسمها resizable. يعني ايه resizable? يعني انا عايزة اقلل او اقبر حجم حاجة معينة. اعمل لها resizable. ودي خدناها قبل كده شفناها يعني مش جديدة. او ان انا اعملها resizable حركة شايفين? لما بفتحها وبقفلها بتفتح بحركة. او او اعمل resizable. اهو بهاية معين وبهاية معيني وماكس يعني. يعني شايفين مش بتتحرك اكتر من كده. او ان هي تكون res directed. ما بتتحركش. res directed. اوكي? يبقى عندي resizable هي عبارة عن الحجم. عشان اغير الحجم بنعمل resizable. ممكن تكون animated. ممكن يكون لها max و mini. وممكن يكون لها contain made. او عايزين نشوفه ما عاملها ازاي? عملنا panel. اوكي? الاول فوق خالص عملنا panel. البانل دي عملتها resizable basic. ما عملناش اي حاجة زي ما هو. بنفس اه يعني يعدي فلت. وطبعا فور ربطناها بالايدين. بعمل resizable مين للبيزيك. الايدين اللي اسمه بيزيك. في تاني واحدة قلت له resizable for animation. الايدين. بالنسبة بقى عشان اعمل له animate. فقولت له animate بتتسوي true. معناها ان default بتتسوي false. لازم اقول له true. وبقول له في الاستيكت عاوزة تسيمة swing. الاستيكت يعني ايه? والاستيكت ديوريشن هل هو سريع ولا بطيق? normal. الاستيكت معناها شكل الحركة. احنا شفنا حركات قبل كده في الاستيكت اه كزا خزنا تحاجة فيها استيكت. فممكن تجيبوا بقى الحركات. اه في normal ممكن تبقى fast. ده في الاستيكت ديوريشن ايه فترة الايه? الاستيكت. بالنسبة لي اه الميني والماكس. عطياله وايط 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 اقل حاجة ودي اقصى حاجة. اوكي? بس في اخر واحدة قلت له فاعطياله. البنال دي ان هو بيساوي معناها ان هو بتاعها ما ينفعش برا هو ايطارها الايطار الداخلي المين? للبيرنت. اللي هو مين برضو? اللي هو الايطار يعني مش هتقدر تتحرك برا الايطار ده. تأسير. طيب مش يا شباب مشاكل لو في مشاكل اكتبوا واحدة عشان ما متغلبوش دماغتو يعني. رجعنا ثاني للتاب مينيو رجعنا للحاجة ثانية. تمام. طيب عندي دربة الحمد لله. عندي حاجة اسمها تاب مينيو. احنا النهاردة اخدنا مينيو كتير خالص. عشان حياتنا كل الوقت تبقى مينيو يعني. اه التاب مينيو هي الشكل ده. طبعا انا مش عاطيها له شكلها تبات. يعني شكل المينيو تبات. تابة واحدة. وبقى انا عندي كزا طريقة ان انا اعمل مينيو بيها. فيها ميجة. فيها بطن. فيها تاب. ماشي. طب التاب مينيو بعملها ازاي? بقول له بيه تاب مينيو. بقول له الاكتف اندكس دي يعني اللي هتبقى عندي او داتا تضطرد فيها طبعا لو هي جواها داتا. او انا بدخل بيها على المعين. اوكي? طب اقول له رقم اتنين. رقم اتنين ده زيرو واحد اتنين. لان احنا عندنا الاندكس بيبدأ من زيرو. اوكي? طيب. عندي بقى جوا التاب مينيو ده اعتطلو مينيو ايتم مينيو ايتم مينيو ايتم كل دول مينيو ايتم. ممكن ازود عليهم كمان. اعتطلوهم فاليو. فاليو دي الاسامة. واعتطلوهم لو انا هيدخلوهم يعني حاجة معينة. واعتطلوهم واخر واحدة اعطيها لها بيساوي ترو. شايفين? معناها ايه? مقفولة. غير فعالة. في مشاكل في دي سهلة دي. خلاص انتو خط الصعب المفروض دي سهلة. تاب مينيو سهلة. هي عبارة عن تابات وبديها مينيو ايتم. مش اكتر من كده. طبعا اليو ار ايه اللي بيدخلني على الصفحات اللي انا عايز اتخل عليها. خيب عندي حاجة اسمها حاجة جديدة بقى. بس دي زيها بالزبط. بس ايه الفرق بقى? ممكن اديها يعني ايه هنشوفه الصفحة الجاية. جديدة. ممكن اعملها كده. على اليمين ممكن اعملها كده فوق. ممكن اعملها بطم. ممكن اعملها تاني. ممكن اعملها بكزا. ممكن اعملها بكزا. بحدده فين في كلمة يا اما بطم يا اما طب يا اما ليفت يا اما رايت. الديفولت عندي هو ده. اللي هو طب. الدليل على كده انا كده لبطم طب ليفت رايت هو اخد الطب بقى. طب انا عايزة اخليها اا اا عاوزة اخليها مسلا ليفت او رايت بكتب ليوريونتيشن بيساوي رايت. جوه تافيو وده من ميزة جابا سيرفر فيس ازا انا انا ببدأ اركب بقى. كتبت بي تاب وديتها وقلت له يعني خلاص قافلها. وممكن احطوا صورة حطاله بس انا ما عنديه صور مش محملها صور وما حطاله او تبوت كسب. وقفلت البنر. دي اول واحدة. تاني واحدة بنفس الطريقة. حطاله يا رب تكونوا فاكرين التايتل تيب بفاكرينها. اهي. شبه بالزبط. بس دي على صغير شوية. اوكي? بس. وهكزة تمضي الايام معادة التاب الاخيرة حطاله يعني ايه يعني فيها علامة لو انا عاوزها ممكن احط لها وبعنا عندي كم خيار ممكن اخليها ممكن احط لها وممكن اعملها ممكن اعمله ممكن اعمله ممكن اعمله ممكن اعمله ممكن اعمله اوكي? وطبعا اي تاب فيهم بيعرض هنا وممكن يعرض صورة. طبعا ممكن تخلق تحت. كلهم بقى كل الحاجات دي اوكي? في كده خلصت. في حد عنده مشاكل في فيو يا شباب. في حد عنده مشاكل في تماما. طيب عندي حاجة اسمها احنا النهاردة اتفقنا ان عندنا مينيوز وطول بارز وحاجات كتيرة. ده شكل مختلف بقى. شكله كده. شكله مختلف نحن ونختلف عنه الاخر ونه. ده عبارة عن بكتب له بيه عشان افتحها. يعني كان بدأت الحكاية. وببدأ اقول له تول بار جروب وبديله يعني ليفت ولا ريت. تمام? هتطلق كل جروب بقى في لها. وجوه كل جروب بتدي له مينيو ايتم. سوري. مينيو ايتم تمام? بس هنا ممكن اتديله كماند بطن. يعني هنا فوق كده ممكن اتدي له كماند بطن. اللي هنا دور. دور عبارة عن كماند. كماند بطن عادي. بقول له تطيب بطن. بقول له ال value اسمه هده. اينيو. وديت له الايكون. اللي بعده سميته وقبل. وقلت له الايكون. اللي بعده اعطت له سيبريتور اللي هو ايه? فاصل بسيط كده السيبريتور ده. وبعدين اعطت له تايتم. اسمه سيف واعطت له الايكون. طبعا الايكون ده الكماند بطن ده ممكن يروح على ايه? على اكشن معين. يعني انا مفروضا ما دوس على بطن فيهم يروح على اكشن. يروح يفتح لي صفحة. او يروح يعمل يروح على صفحة معينة. عشان الناس يبقى فاهمة انا مش بعمل طول بار بس عشان منظر. انا عايزاي اكتف مع الصفحات التانية من خلال الاكشن. وهكزا عملت بطن اسم ودريت وبرينت وعندي بقى عملت طاب منيو. انا تاني بالطاب منيو. تمام? اسمها تاتش. او تاتش فيتز احنا خلصنا علم المجموعة التانية. اه ساب منيو ناشي. مش عارفة انا مش شايفة التوتش دي معلش مش قادرة اركز حسا ان انا يعني يعني. المطروض التوتش فاسيز هنا فوق. اوكي. طيب. عندي هنا بقى. عارف انا مش مش شايفة هنا. طب احنا لو شلناها. طواني. اه مش موجودة يعني. هي مش موجودة مش مش اكتب يعني. ماينفعش اعمل. يعني ماينفعش اعمل اكيد انا كنت بجربها بس كده منظر يعني. هنا فوق كده ماينفعش. ماشي هي مش سعالة شايفينها مش موجودة اساسا. يعني كنت بجربها ليه ينفع ولا لا. ينفعش ان شاء الله. طيب. الجروب التانية يا شباب عملناها برضو. بس قلنا لها كمان? بس عملناها ايه? عبارة عن بطن. عبارة عن مينيو بطن. زي اللي خدناها من شوية. جروب من البطنز بس يعني ما دوس عليه هيزهر لي قائمة منسادلة يعني. ماشي هيزهر لي وكل واحدة فيهم عبارة عن وكل واحدة فيهم فيها وليها نيم. واكيد ينفع حطي لها. ماشي يا شباب? حد وصلت له القسطة ايه ولا لأ? شفت الطولبر. ياريت لو لو ستفقوا الطولبر تقولولي ايوة وصلت. او لو عاوزيني اعيد اقولولي اعيد بس سرعة. مش عارفة يا كده وصلت ولا لأ يعني ادوني فيك باك لو سمحت. كمان. ماشي. طيب اه 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 اللي عندنا دلوقتي حاجة تلتة خالص اسمها دي احنا اتعرضنا لحاجة شبهها قبل كده ان انا يكون عندي اللي هي ايه تكون الحاجة كده ازاي اخلي الحاجة اه تعرض وفي نفس الوقت ايه يعني تعرض يعني تكتب الحاجة كده وبعديها تبقى ايه تبقى ترجع زي ما هيه. كده يعني انت لو عاوزت هي ايدة مي لو عاوزت عليها تخليها ايدة ايه تبقى. ازاي بقى اعمل القصة دي ازاي من خلال حاجة اسمها بحط فيها اي حاجة انا عاوزاها تبقى يعني هنا حطيت جواها ممكن احط جواها اه هنا برضو حطيت وهنا حطيت مينيو اوكي جوة كل دي اه جوة بحطها وبقول لها دابل كليك لما اضغط دابل كليك اه هل هو سريع ولا مستريع كل والامج ممكن احطها جوة معناها ان هي تكون ايه دي طبقا? تكون قابلة دي الكادة بتبقى دابل فيس يعني قابلة للكتابة وبعدين بترجع زي ما هيه. اوكي? عندي من الحاجات المهمة اللي عندي فيه وفي اللي ما اخدني اعملها حاجة اسمها يعني كل ناس بتبقى عاوزة الريتنج دا زي اللي احنا شايفينه دا. اللي هي النجوم دي. ازاي اخلي الموقع عندي يبقى فيه الريتنج دا? فانا بعمل الاتي. اول حاجة بكتب بعمل عادية بعدين بعمل الريتنج. وعملاله ريتنج كونترول بحيس ان انا هحطله ستر وجيتر. يعني انا عاملة للريتنج ستر وجيتر. عشان اجيب الداتا واعرضها بس. اوكي? في الستر وجيتر عاملة ريتنج. عاملين مجموعة ريتنج وبعدين عامل له نفس قصة المسج بالزبط. اللي هي المسج وعلمات الريترنج والحاجات دا. وممكن اه من الحاجات اللي اه عاملالها ستر وجيتر. اه عندي اه اول واحدة ريتنج عادية زي اللي احنا شايفينها كده. ما فياش اي جديد. تمام? عاملة تاني واحدة فيها ستارز عدد النجوم عشرة. لو انت عدت النجوم دي هتلاقيها عشرة. عندي كانسل بيساوي ترو. يعني ايه كانسل بيساوي ترو? وعندي قول ريت التر يو ار ريتد زاد الفاليو. يعني عندي لما الواحد هي اه هيعمل اه هي ريت هيزهر له الجملة دي. يو ار اه ريتد وهيزهر له عدد النجوم اللي هو ايه? عمل لها ريت. زي الات كده. ريتد اربعة خمسة ستة وهكزا. الكنسل بيساوي ترو معناها هل هل الكنسل دا شغال ولا مش شغال? ايه هو الكنسل ده? الكنسل معناها ان انت بتلغي الريتين. يعني هو كده انا عاملة ريت انا عاوز الغي الريت اهو ادوس على كانسل. كده. كانسل ترو معناها ان انا بدوس على الكنسل. في تاني واحدة. وهو ال اه ال اه الديفولت لي. الديفولت لي ترو. يعني انا لو ما كتبتوش هو ديفولت لي ترو. انا بس حبيت اكتبه عشان افتكره. عشان افتكر اقوله لكم. عندي من ضمن الاتريبنوتس التانية ريد قولي ان انا اخلي بقي ريد قولي. كده بس. ما ينفعش ريت. يعني عرض فقر. وممكن تبقى برضو غير مفعلة. يعني هي ريد قولي او قولي في الحالتين غير مفعلة. وتحت رحت عملت ايه? رحت بقى عرض الريتنج من خلال او من خلال ديالوج صغير. فبقول له مسلا انا عملت الريت لكده. اقول له عرض لي بالمنظر ده وانا باقصل الديالوج وخلاص على فتح. طيب في مشاكل في الريتنج يا شباب. نعم. ثمات الحمد لله. طيب اخر حاجتين هناخدهم هو الاتي. الاتي عبارة عن ان انا ممكن اعمل سليكت بليون آآ بطن من خلال البرايم فيسي. او عمل عملاله آآ ييس والليبل آآ 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 نو. وهي كآآ باردو سليكت وان مينيو نفس القصة بالزبط. ازاي اخلي يكون عندي الصفحة بالمنظر ده. يعني اقول له او اقول له ييس. اون ووف. اون ووف. وبقول له سبمت. فبيقول له ده تعبارة عن اي. هي ازاي اعمل سليكت وان مينيو سليكت بليون بطن من خلال بعملها بالطريقة دي بقول له بي سليكت بليون بطن. تمام? آآ الفاليو بوديها الفورم دينا نشوفها دلوقتي. بقول له فالاول ليبل وهو انا بدوس ييس اكتب لي عليها ييس. وفالاول ليبل اكتب لي عليها نون. في الناحية التانية سليكت بليو طوليون بطن حاجة زيها بالزبط بس جوها ايجكس. آآ عشان يرملي علي ايجكس يعني بقول له برضو نفس القصة ييس ونو وعطيالو منظر ووف ايكون. عطيالو كمان اتنين اوف ايكون. يعني هنا فوق مفيش. هنا مفيش الزرار ده. مفيش الرسمة. عنديش صح ولا غلص. عندي نو يثبت. هنا عطيالو اوف ايكون وون ايكون. اوكي? بس طب هادي نشوف الا الفورم بين دي شكلها عامل ازاي. الفورم بين فيها ستر وجتر. وبقول له فيه اسمها عاملة اسمها سامري. بقول له اتنين دي. لو هي او 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 رجع لي اقام تشجد. لو بفولس رجع لي اقام تشجد. وبابعت المسج دي المين بنفس الطريقة زي المرة اللي فاتح. يعني انا لو ضغط هيبعتها من خلال ايه? اللي هي فورم بين دوت? زالي. انا ضغط نو ولا اه ولا ضغط يس يقول لي تشيك ده ولا انا تشيك. بالمنظر ده. اوكي? وده من خلال دي اجكس. نشغل عليك. اخر واحدة هي وهي نفس القصة بالزبط بس اه 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 نفس الحوار بس. لو ضغطت هنا يقول لي تشيك ده ولا انا تشيك ده ولو ضغطت هنا اون و اف. طيب هي معمولة ازاي? بالمنظر ده. عملت اه اه بليون تشيك بوكس. تمام? والفاليو. بالنسبة للاجكس قلت له بي اجكس. واضيت بيروح الى الاد ميسيك. في حالة ان انا عملت له تشيك ده بيعرض لي تشيك ده. في حالة ان انا قلت له مش تشيك ده او بفولسي بقى عن التشيك. بس وبيعرض الداة في ديالوج تحت هنا. بكده بيكون خلصنا كل الحاجات الخاصة مش كل الحاجات كل الحاجات اللي انا اخترتها عشان ندريتها في الناس اللي عايزة تدريس اكتر وتتعمق اكتر قلنا المرة اللي فاتت ان فيه على الموقع ده فهتتعمق من خلاله وتتعرف على حاجات اكتر وتعمل اه افكار جديدة الموقع في اه الاكواد جاهزة وبترن بس تساعدتك بس محتاج تاخدها وتجربها وتفهم يا ماشي ازاي. ماشي اصوصنا كل ثواني بس. اه الناس اللي عايزة تعلي من مستوى التدريب عندها اه الكتاب اللي اسمه عندها هو عبارة عن موقع عليه الاكواد عليه مجموعة من الاكواد. اه بتعرض نفس الاكواد دي بس بفكرة مختلفة يعني ده اه عرضها بفكرة والكورس عرضها بفكرة تاني بفكرة مختلفة. يمكن الكورس ما بيديش تاح ان انت تتعرض كل الحاجات بشكل كبير. بس على قدر الامكان حاولنا ان احنا نعمل دورة عن الجاوا سيرفر فيسز. اه بتمنى انها تكون حاجة اعجابكم. بتمنى الناس اللي ما كانتش عاملة سيرفي في سيرفي على المنتظر تدخل وتعمله. بتمنى الناس تكون استفادت. اه بتمنى الناس اللي الليستة جديدة زي استاذ مايكل زي استاذ احمد بوريك او اللي اللي لستة ما تابعوهش معانا او اللي بيسمعونا. عندهم استعداد يعملوا بروجيكت ممكن يعملوه يسلموه. ان شاء الله ادارة المعهد وعدت الناس اللي هتسلم بروجيكت. هتكون اه تاخد شهادة ان شاء الله حتى لو ما حضروش. يعني ده حاجة جديدة وحاجة كوائزة منهم. اه بالنسبة للتصور عن البروجيكت انا هرفع التصور لبعض الناس عشان الناس كده بتقول عاوزة يعني شكل التصور ده ايه. مش عاوزة اكتر من ان انت تقولي انا هعمل مشروع كزا. شكله كزا. الصفحات فيه واحد اتنين ثلاتة كل صفحة بتعمل ايه? احنا مش بنعقد الناس. عاوزين مشروع بسيط. عاوزين مشروع سهلة. عاوزة الناس تاخد اقصى حاجة ممكن تكون فيهمتها من الكورس. اقصى حاجة ممكن تكون قدرت تستفيدها حتى من خلال الدراسة الخارجية. يمكن الكورس هستح لها الموضوع. اه ان شاء الله التلات الجاية هيكون اخر معادل تسليم التصور لكل الناس. الناس اللي عايزة تقدم مشاريع. لو جاني تصورات هيبقى فيه محاضرة يوم الاربعة لساعة خمسة زي دلوقتي. لو مجاش يبقى دي النهاردة اخر محاضرة وبسكركم على كده. لو الناس عملت مشاريع والناس بعتت لي تصورات. ان شاء الله هيكون فيه تسليم للمشروع تلاتين تمانية الفين وتلاتاشر. ويمكن انا عاملها مدة طويلة عشان فيه شهر رمضان في اللي سنة انتم طيبين. فالناس هتبقى يعني مضغوطة والجو حر وطبعا باقي الحاجات اللي بتحصل. فقلنا نخلي الناس يبقى عندها فرصة ان هتعمل براحتها. اه بالنسبة للكورس. انا طبعا بشكر كل الناس اللي في الاكاديمية وخاصة اه 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 صاحب الاكاديمية والمسؤول عنها صاحب الفكرة بشكر بشكر كل الدعم بشكر كل الناس اللي كل النهار تبعط اللينكات وبتحضر بترفع الماتيريال وبتعمل التسجيل لناس الجنود مجندة يعني. ان انا ازعلانا منهم بس هم الطلبة. الحقيقة الناس كلها بتتعب والطلبة ومشت بلخها. ده للأسف يعني. بجد يعني مجهود الناس طول النهار قاعدة تشتغل. الدعم بيشتغل كل الناس بتشتغل. والطلبة شكرا على كده. حتى قط مش بيقدر يعملوها. ما عرفش بقى ازا كان هل الناس اه هل اه يعني انا واحدة من الناس هل مش قادرة واسخة للمعلومة لدرجة اللي اختيار من فاسك فمش عارفة الصراحة. عموما انا اتبسط جدا معاكم في الاكاديمية. يا ربنا هيسر يا ربو يقدر نعمل حاجة غانية معاكم. بس انا كده خلصت. اه ساز مايكل عندك سؤال او ممكن تبعت قولي على الايميل. بالنسبة للايميل والكتب انا هرفع لكم ان شاء الله كل الحاجات كل على المنتدى. ويا ريت تدخلوا تعملوا سيرفي الناس اللي ما عملتش سيرفي. ده الايميل الناس اللي هتبعت عليه تصور. فيه المنتدى وفيه الجروب بتاع الاي اي. الجروب بتاع الكورس اللي فات. يليه الناس تتابع عليها عشان بننزل عليه حاجات برضو خاصة وبعد الكتب. اه انا خلصت خيالات اللي عنده سؤال اه رابط الكورس يا شفرا مع فالشهاد. اه حد اه حد عنده سؤال قبل ما نشي. في اسألة يا شباب ولا خلاص كده. ساز مايكل كنت بتقول هاسأل سؤال خرج الكورس. تفضل. تاخد كورس. كورس ايه? اه انت بتسألني انا محتاج اخد كورس ده السؤال يعني معلش انا يعني فصلت مش عارف مركز. يكون كوي مش عارف مركز لا انا الحقيقة مش عارفة برضو. لا مش عارفة بس انت لو لا لا. لو حداتك تتابع مع الضرين ممكن تلاقي حد اه يعني خلاص يعني فدقني والله في ناس كتير بتعمل شغل زي الضرين كده. اه شغلون كويس جدا وتقدر على اليوتيوب تتعلم افضل من مراكز زراء الشخصية. ماشي ماشي يا ساز مايكل. انا بستأذنكم وان شاء الله نتقابل على حين لو كان في نصيب يوم الاربع لو ما كانش يبقى اه شكرا. شكرا وسلام عليكم.